التوقيت أنت مؤخرا بأحمد الأحمر على طربيزة واحدة في قرية كاسلون الأفريقية وأحمد الأحمر بالنسبة أنه هو أعظم من لعب كرة اليد في مصر هل دار بينكم حوار حول عودته لمنتخب مصر مرة أخرى ولا ما كانش في حوار منه هذا نعم أتحدث معه دائما وأتحدثت معه في أبريل في تقديري أحمد الأحمر أسطورة عندما تسأل عن كرة اليد في مصر دائما ما يتردد اسم الأحمر ونعم تحدثت معه وقلت له أنه هناك لعبين آخرين في مركزه ولكن صرحت أني أفضل دائما الاحتفاظ به كبديل اضطراري ولهذا هو لدينا في قائمة الـ 35 في بعض الظروف أو بعض الظروف الطارئة سيكون لدى الأحمر خبرة أكثر بكثير من لعب حديث العهد بالمنافسات ولهذا نضمه في قائمة الـ 35 وأنا على تواصل دائما معه إذا لم تكن هناك حاجة اضطرارية أو موقف طارئ فسنحتفظ بالقائمة الحالية بالمناسبة احنا بنسمي أحمد الأحمر هنا في مصر أنه ميسي قرة اليد تتطفق مع الوصف ده ولا بقى نعم في الحقيقة هو حقق العديد من الألقاب والبطولات مع المنتخب وكان لعب ممتاز في جيله وفي فتراته نعم هو يعني يقترب من عامه الأربعين ولكن قدم أداء مذهل وهناك العديد من اللاعبين في مركزه مثل عمر يحيا معتصم ومهاب ونحن عكفون على العمل مع هؤلاء البدائل الأحمر في هذا المركز ولكن لا شك أن أحمد الأحمر في وقته كان هو الأفضل أرزيم جن